تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى وفيما يلي نص البرقية صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسعدني أن أتقدم إليكم ببالغ التهاني والتبركات على ما أنعم الله بفضله وكرمه على سموكم من نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموكم حفظكم الله ورعاكم سائلنا المولى عز وجل يديم على سموكم وفور الصحة والعافية وأن تكلل الفحوصات الطبية لسموكم بالنجاح وأن تكلل الفحوصات الطبية بالنجاح كان له بالغ الأثر من الأطمئنان والسعادة في نفوسنا وتأكيد العزم على مواصلة تعزيز النتائج المتحققة ضمن المسيرة التنموية الشاملة للوطن بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا كما يشرفني أن أؤكد بأن دور سموكم البارز في تحقيق الإنجازات الوطنية المتعددة في ظل قيادتكم للعمل الحكومي بكل اقتدار ومسؤولية سيظل دوما لنا نموذجا رائدا ومرتكزا لمواصلة التطوير وتحقيق الخير المستدام لصالح الوطني والمواطنين ودمتم بحفظ الله سالمين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر